أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أنها شرفت باستقبال السيدة كيم يونج سوك قرينة رئيس كوريا الجنوبية وعبر صفحتها على موقع فيسبوك أوضحت السيدة انتصار السيسي أن اللقاء كان حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجالات إلى جانب الحديث عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب كما أشارت السيدة انتصار السيسي إلى تطرق الحديث لإجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية التي تشق الدولة المصرية الطريقة بها نحو الجمهورية الجديدة متوجهة بخالص الشكر والتقدير للسيدة كيم يونج سوك على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر والتي أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين